أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان حضراتكم اسمحولي في بداية حالياتنا النهاردة أتكلم عن عمليات استيراد العجول الحية من أفريقيا بهدف زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وبكل وضوح وزارات التموين والزراعة والتجارة بتتحرك بشكل كسيف جداً لفتح العديد من المناشئ وخاصة في أفريقيا دي مناشئ اللحوم يعني دول فيها صروات حيوانية كبيرة جداً بنتحرك عليها لاستيراد العجول الحية بغرض الزبح الفوري وليس التربية وزارة الزراعة مهمتها واضحة ومحددة وهي اعتماد المحاجر الخاصة بالصروة الحيوانية في دولة المنشأ وأيضاً فحص العجول والتأكد من خلوها من أمراض الصروة الحيوانية احنا عندنا صروة حيوانية كبيرة جداً في مصر ولازم نحميها أيضاً بتشرف على عمليات التصدير لمصر لهذه العجول الحية أما وزارة التموين فلديها 1500 منفذ يمكن طرح هذه اللحوم فيها وهذا ما يحدث بالفعل احنا عندنا حوالي 1500 منفذ تابعة لوزارة التموين بتطرح فيها يومياً من طن ونص لتنين طن لتغطية الطلب على اللحوم في السوق المحلي واللحمة ما بتزيتش في هذه المنافذ عن 220 أو 230 جنيه للكيلو جرام كمان وزارة النقل بتيسر عمليات شح هذه العجول الحية إلى مصر عبر موانئ البحر الأحمر إذن هناك تحرك عاجل لتغطية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء وخاصة قبل شهر رمضان المبارك على سبيل المثال عندنا 20 ألف راس جاية من الصمال عبر جيبوتي مناش دعوة بباب المندب هذه العجول الحية هيتم فحصها في جيبوتي اللي فيها أكبر محاجر في أفريقيا محاجر بيطرية فيها أفضل الأطباء على الإطلاق وبيشرف عليها أطباء مصريين تم التعاقد معاهم في جيبوتي هؤلاء سيشرفون على نقل العجول السومالية إلى الأراضي المصرية عبر موانئ البحر الأحمر كمان في حوالي 10 ألف راس من العجول السودانية هتجيبها الشركة المصرية السودانية اللي تم إعلانها سنة 2021 بالشراكة مع الشركة القبضة للصناعات الغذائية 10 ألف راس جاية من السودان دي بتصبح في محجر ومجزر تشكة ويتم توزيع لحمها إلى جميع المنافذ الخاصة بالشركة القبضة للصناعات الغذائية يعني مبدئيا عندنا 30 ألف راس قادمة من أفريقيا السعر لن يزيد عن 220-230 جنيه في شهر رمضان المبارك هي دي الخطة مهما حصل في الجنيه احنا مش هنزود أسعار اللحوم ده شهر رمضان اللي بيزيد فيه الطلب على اللحوم بشكل كبير جدا احنا بنتكلم على عجول حية ده بخلاف اللحوم المجمدة اللي جاية من كل مناشئ العالم ده موضوع هام جدا اللحوم ستتوافر في السوق المحلي كمان عندنا موجود في محجر تشكة كميات كبيرة من العجول السودانية اللي بيتم ضخها يوميا في السوق المحلي ما تلاوش اللحوم ستتوافر بشكل كبير جدا في السوق المحلي وبأسعار معتدلة جدا ده داخل منافذ الشركة القبضة للصناعات الغذائية اللي بيقضها السيد أحمد حسنين وهو أحد المقاتلين في وزارة التموين الشركة القبضة للصناعات الغذائية مهمتها الأولى توفير السلع الغذائية للسوق المحلي بأسعار معتدلة وعادلة ومناسبة للسوق المحلي خليكم معينا عشان شوف فقراتنا هي النهاردة في برنامج الجدعي